كان برضو النهاردة كده كان فيه منشور على الفيسبوك ورقة فيها عيلة واحدة ويمكن فيه حاجة تانية فيها عيلة تانية أو حاجة يعني المهم مجموعة كده كذا واحد كذا طالب وطالباً بينتموا لعيلة واحدة وكلهم جايبين فوق التسعين في المية تسعين واحد وتسعين تلاتة وتسعين اتنين وتسعين حاجات كده فالمنشور ده عمل ازعاج لناس كتير جداً وهل ده بالزبط ايه القصة هل ده كان غش جماعي ده ولا ايه ولا ايه الموضوع المهم وزارة تربية والتعليم الامر وصل ليه وفيه وحدة الرصد الموجودة هناك وتبعد ده وانهما زي ما بيقول يعني كده ان هي ابناء عيلة واحدة يعني وولادهم في سنوات العامة ونتيجهم قريبة المهم تم تشكيل لجنة قانونية من وزارة التربية والتعليم عشان تتحرى دقة هذا المنشور وايه اللي حصل بالزبط واللي كانت ماشية ازاي فيها والامتحانات ازاي المهم ستتخذ الوزارة زي ما قالت ستتخذ كل الاجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت اي مخالفة للقانون من اي عنصر من عناصر المنظومة التعليمية يعني لو القصة حقيقية فالطالب واللجنة ومدير اللجنة ومدير الإضاءة كله هيجاب كذلك لو الموضوع ما لوش اساس من الصحة برضو سيتم اتخاذ كل الاجراءات فيما يتعلق به مروجة هذه الشائعة كمان بيتم تداول منشور ان في ناتيكتين لنفس رقم الجلوس وكمان الوزارة قالت ان ده ما لوش اي اساس من الصحة وتحققنا في كل ما نشر وتبعا كذبوا عن طريق ده تزوير عن طريق الفوتوشوب ومالوش اي علاقة بهذا الامر ما فيش ابدا ناتيكتين لنفس رقم الجلوس ترجمة نانسي قنقر